أما الاتحاد الأوروبي فدعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية وإدخال شاحنات المساعدات إليها مستخدما بيانا شديدا لهجة للتعبير عن غضبه من القصف الذي تتعرض له الغوطة وقال التقتل لا يجد الاتحاد الأوروبي كلمات توصف الرعب الذي يعيشه سكان الغوطة الشرقية وأضاف في البيانة الذي وافقت عليه كل حكومات الدول العضاء بالإجماع قال إن دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين دون عوائق واجب أخلاقي وأمر عاجل ويجب أن يتوقف القتال الآن